بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم على قناة صحبة القرشي معكم سلوة الفحام بيسعيدني وشرفني دايما متابعة قرية على القناة وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم بإذن الله تقدري طبعا تشتركي في القناة وده الشيء يسعيدني جدا بأنك تدوسي على كلمة تسبسكريب أو اشتراك اللي بموجودة باللون الأحمد تحت الفيديو كمان هيزهر عندك علامة للجاز اضغطي عليها واختاري الكل عشان دايما يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بعمله على القناة النهار دا ان شاء الله هننفذ مع بعض الشنطة دي الحقيقة شنطة بتقم جلد جميلة جدا أتمنى ان شاء الله انها هتعجبكو دا شكلها هنا قلاب جلده بيبقى فيه قطعتين للجوانب بالشكل دا كده وطبعا الايد بتاعت الشنطة احنا اشتغلنا مع بعض الفيديو اللي فات شنطة بتقم جلد برضو بشكل بسيط كده وان شاء الله ان هاده برضو الشنطة دي أنا اختارت الغوزة بتاعتها تكون غوزة بسيطة وسهلة بحس ايضاية تطبقيها بكل سهولة حتى لو انت اول مرة تشتغلك روشية هتقضاية ان شاء الله تعمليها بكل سهولة بإذن الله اتمنى من ربنا الفيديو نهار دا يفيدكم ويعجبكم ونبدأ كده نشوف هنحتاج ايه وهنشتغل الشنطة ازاي ان شاء الله بسم الله الطعم اللي احنا هنشتغل عليه النهار دا ادي المكونات بتاعته مكونات من جانبين دي كده جوانب الشنطة وفيه هنا القلاب بالشكل ده كده وطبعا القلاب هنا بيبقى فيه آآ كابسونة كده وده الجزء التاني للكابسونة وطبعا القيب كمان بتاعت الشنطة بالشكل ده تمام طيب الخيط اللي انا هستخدمه النهار دا هو خيط سلسلة يعني يعطبع متوسط الصمك وهشتغل مع الخيط دا وتابع رقم خمسة وهحتاج كمان ابعة ازغى شوية ممكن رقم اربعة عشان يبقى سهل علي اشتغل في الفتحات الموجودة في الجوانب الشنطة وفي القلاب كمان طيب نبدأ كده ان شاء الله ونشوف هنشتغل ازاي انا هبدأ شغلي في الجوانب الاول اه وعشان اشتغل في الجوانب الحقيقة الفتحات هنا ديقة شوية فانا عندي الخرامة بتاعة الجلود حبيت اوسع بس الفتحات شوية اشنبقى سهل علي ان انا اشتغل عليها يعني ولكن لو انت مش عندك الخرامة ديت اه ممكن برضو ان شاء الله هيبقى الموضوع سهل بس ممكن اقبر وسع شوية تبديل تفتحي بس او توسعي شوية الفتحات أشنبقى سهل ان انت تشتغل ان شاء الله تمام طيب انا هنا هواسع الفتحات شوية يعني هي كده. انا شوفي هعملها ازاي? يعني كل فتحة هنا كده احاول ايه? في نفس المكان. كده. شايفة ازاي? كده يبقى سهل علي ان شاء الله ان انا ايه اشتغل في الفتحات دي. فانا هوسع جميعنا الفتحات ديت وهنا كمان ونرجع نشوفها نشتغل ازاي? بسم الله. هبدأ من هنا. هسحب الخيط كده. طبعا هسيب الطرف ده عشان اخده معيه تحت الشغل عشان اثبته كويس. تمام? طيب. هعمل السلسلة. وفي نفس المكان هبتدي اعمل غوزة حشو. في نفس المكان هنا. اسحب الخيط كده. هيبقى عندي لفتين على الابة. بلف الخيط وطلعه من اللفتين. كده غوزة حشو. تمام? طبعا الخيط ده زي ما قلتلك انا هاخده معيه تحت الشغل اهو. عشان اثبته كويس. تمام? طيب. الفتحة اللي بعدها هعمل اثنين غوزة حشو. هاجي هنا كده. اسحب الخيط. هيبقى عندي لفتين على الابة. بلف الخيط وطلعه من اللفتين. في نفس المكان تاني. اسحب الخيط. واياحه كده عشان ما يبقاش مشدود. بلف الخيط وطلعه من اللفتين. كده اثنين غوزة حشو في نفس ايه الفتحة. بالشكل ده كده. هاجي بقى في الفتحة دي. خلي تلاتة اربعة. هعمل ايه في كل روكنا او كل فتحة من الاركان ديت. هشتغل ازاي هشتغل غوزة حشو. خلي بالك معي اهو. وبعدين هعمل السلسلة. وفي نفس المكان هعمل غوزة حشو. هنا كده اسحب الخيط. واعمل غوزة حشو. يبقى اعملنا غوزة حشو. سلسلة غوزة حشو. شايفة ازاي? تمام? طيب. واكمل في كل فتحة من الفتحات اللي جاية دي هعمل اتنين غوزة حشو. اسحب الخيط كده واياحه كده عشان ما يبقاش مشدود. بل في الخيط وطلعه ايه من اللفتين? في نفس المكان كمان غوزة حشو. بشويش خالص الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل. بالشكل ده. تمام? طيب. يبقى انا في كل فتحة اللي فتحات هشتغل اتنين حشو. لما اصل لوقنا التانية هاجه هشتغلها معيك ان شاء الله. هنا لوقنا التانية هشتغل ايه? زي ما اشتغلت هنا بالضبط. هعمل غوزة حشو. وبعدين السلسلة. وكمان في نفس المكان غوزة حشو. عشان تلف معي كده او الغوز تلف معي كده يبقى الشكل مزبوط. وهبتدي بقى زي ما قلت لك هنا اتنين حشو اتنين حشو اتنين حشو وهاجه هنا هشتغل غوزة حشو سلسلة غوزة حشو. وبعدين اكمل وهاجه هنا في الزاوية الاخية. آآ غوزة حشو سلسلة غوزة حشو. ونرجع ايه؟ وهنا اتنين حشو. ونرجع نقفل سوا السطر الاول ده مع بعض. تمام? تمام? كده انا وصلت الاخرى غزة حشوة اهيت. بعدها باقص الاخير بتاعي باسحبه الفوق كده. بالشكل ده. وبالضمه في ايبة اللي تنظيف. خلي بالت معي بقى هننهيست ازاي? عشان نكمل غزة الحشوة الاولى والشكل وكله يكون متناصق. هاجي هنا عند اول غزة حشوة انا عملتها اهيت. تمام? واجي هنا من الخلف. هنا تحت اللفتين كده. شايفة ازاي? واسحب الخيط. الشكل ده. واجع تاني عند اخر غزة حشوة اشتغلتها اهي في المنتصف هنا. واجع كده ايه للخلف? شايفة ازاي? اهو. واجع الخيط للخلف كده. هنا وشدها كده شايفة? اداني نفس الشكل ايه? الغاز وبقى الشكل متناصق وغزة الحشوة الاولى كملت وبقت بالشكل ده. تماما? طيب. يبقى احنا كده والزباطيها طبعا تشديها كده غاية ما ايه تتناصق مع باقيه ايه? الغاز. تمام? طيب. بعد كده الخيط ده بقى طبعا بين الغاز كده هبتدي ادخله. دي طريقة تنظيف الخيوط يا جماعة عشان ان شاء الله احنا شغالين. اول باول كده نزبط الخيوط بتاعك. بتحاول ادخليها بين الغاز على قد ما تقدري. شايفة ازاي? كده. على قد ما تقدري. مهم جدا ايه? اه انك تزبطي الخيوط بتاعتك عشان الشغلة ما يفكش ان شاء الله. شايفة ازاي على قد ما تقدري كده? اهو بين الغاز بطريقة بسيطة جدا. كده. مش باين خالص اهو. وهنا بالولاعة تحاولي بس تقصيه كده بالولاعة بحظر شديد طبعا. وتزقيه كده في الخيط فهكده هيبقى تمام. اوكي? بالشكل ده كده. يبقى احنا كده خلصنا الجانب الاول. اشتغلنا حواليه اه غز حشو زي ما اتفقت معيك. والده اللي هعمله في الجانب التاني كمان بنفس طريقة. بنفس الطريقة ونفس الاعداد. هكمل الجانب التاني ونرجع نكمل شغل ان شاء الله. اه دلوقتي بقى عايز نبدأ الجزء التاني من الشنطة وهو جسم الشنطة. وعشان ابدأ اه او اعرف عدد السلاسة اللي انا هبدأ بيها. آآ بعد ما اشتغلت الجوانب بتاعت الشنطة هعد الغرص دي كده الجانب ده وهنا وهنا. وده عدد السلاسل اللي هبدأ بيها ان شاء الله. تعالوا نعد كده. هنعد من اول فين? شايفة مش احنا هنا عملنا غزة حشو السلسلة غزة حشو. انا هعد من اول غزة آآ السلسلة ديت. تمام? نعد كده مع بعض. هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمسة عشر ستاشر سبعتاشر وهعد كمان ايه السلسلة ديت. تمام? تمنتاشر تسعتاشر عشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين وهعد كمان السلسلة ديت سبعة وعشرين تمانية وعشرين تمام? تمانية وعشرين كده تلاتين اتنين وتلاتين اربعة وتلاتين ستة وتلاتين تمانية وتلاتين اربعين اتنين واربعين تلاتة واربعين والسلسلة دي كمان اربعة واربعين. يبقى احنا من اول السلسلة دية. ولا غاية السلسلة اللي هنا. اللي في المنتصف اتنين غوزة حشو. هنا منتصف اتنين غوزة حشو. عندي كده اربعة واربعين غوزة بالاتنين السلسلة دول كمين. وده عدد السلاسل اللي انا هبدأ بي. انا بقولك كده ليه? لان انت ممكن عدد الغوز اللي عندك هنا يختلف. يعني هو تقم الجلد الفتحات اوكي ممكن تكون هي نفس عدد الفتحات يعني. ولكن انت ممكن تكون بتشتغل مسلا بخيط ارفع من كده شوية. فتعملي تزايد اكتر من كده. او بخيط سميكة عن كده في بقى تزايد اقل. المهم ان انت بتعافي ازاي اه عدد سلاسل الجسم الشنطة اللي احنا هنشتغله. بنكتعدي عدد الغوز اللي في التلقى التلات جواني بدول كده. بالطريقة اللي احنا شرحناها دي. تمام? طيب. يبقى انا دلوقتي هبدأ كده واعمل. طبعا انا كده هشتغل بقى بقى رقم خمسة. تمام? طيب. هعمل عقدة بداية. وهبدأ اعمل اه اربعة وابعين سلسلة. واحد. وايح ايدي ما خلها شده. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اكمل وما اخليش ايدي شده. اخليها مريحة كده. تمام؟ كده اربعة وربعين سلسلة. هعمل سلسلة كمان ارتفاع. يعني الاجمالي هيبقوا خمسة وربعين سلسلة. هعمل سلسلة كمان ارتفاع. تمام? وهبدأ اشتغل من اول السلسلة رقم اربعة وربعين دي. تمام? اشتغل غرز حشو. بس مش هشتغل بقى كده. يعني ادخل كده واسحب الخيط وعمل غرزة الحشو. لا. بقى حنتفقنا في سلسلة اهي ارتفاع. من اول السلسلة دي اللي رقم اربعة وربعين. انا بجيب السلاسل كده. بلفها كده. واشتغل في الحلقات اللي هي التالتة دي. اللي هي في الخلف اهي. تمام? تاني. اللف الحلقات السلسلة كده. وابدأ هنا في الحلقة اللي هي التالتة دي. اسحب الخيط. هيبقى عندي لفتين على الابة. بلف الخيط وطلعه من اللفتين. دي كده غرزة الحشو. تاني اهي. ادي السلاسل بتاعتي اهي. معلش عشان الجداد معينا برضو. السلاسل بتاعتي اهي. انا بلفها كده. وبشتغل في الحلقات التالتة دي. عشان كده قطلك رياحي ايديك عشان طبعا ايه? او السطر ايه يكون سهل عليك ان انت تشتغليه بسهولة. اهو. والحقيقة الطريقة دي زريفة جدا بتخلي الشغل مارن. وكمان بتدي نفس شكل النهاية بتاعت القطعة اللي احنا بنشتغلها. فانا دايما بحب ابدأ شغلي بالطريقة دي. اهو. هتكمل السطر كله. غرز حشو في الحلقة التالتة دي. شايفة زي اهو الشكل اللي الشغل بيقع مارين جدا وجميل. وبن هنا الشكل بيدي نفس الشكل في نهاية الشغل بتاعنا. هكمل. هكمل معاكي اخر غرز دا في السطر اهيت. غرزة حشو. وتأكد ان العدد ان هو اربعة واربعين. عشان مهم جدا العدد عشان يكون نفس عدد الجوانب. عشان ما نيجي نشبه لكم ببعض. يبقى العدد مزبوط والشكل كمان مزبوط ان شاء الله. طيب بعد كده هنشتغل ايه? السطر التاني. والسطر التاني اللي انا هشتغله ده هو ده السطر بتاع الغرزة وهيفضل يتقرر معي. يعني الغرزة بتاعتنا عبارة عن سطر واحد بس. تمام? انا اخترت لكم الحقيقة غرزة سهلة وبسيطة. آآ عشان تكون زي ما قلتلك سهلة وكمان شكلها جميلة ان شاء الله. هنشتغل ازاي خلي باليك معي? هتفع السلسلة وهلف الشغل بتاعي. وهبدأ هنا من اول غزة حشو اهي. بلف الخيط على الابة. تمام? واجه هنا في اول غزة حشو. اسحب الخيط. هيبقى عندي تلات لفات على الابة. هيبقى عندي تلات لفات على الابة. هسحب اللفة التالتة دي من اللفة التانية والاولى بالشكل ده. تاني بلف الخيط على الابة. الغزة اللي بعدها. اسحب الخيط كده. هيبقى عندي تلات لفات. اللفة دي اسحبها من اللفتين دول. بكل بساطة كده. تاني بلف الخيط على الابة. اهو. اسحب الخيط كده. واسحبها من اللفتين دول. وفي كل الغزة هشتغل بنفس الطائرة. الشكل هنا هيبقى كده. شايفة ازاي? ومن الخلف بقى الغزة هتبقى واضحة كده. شايفة شكلها جميلة ازاي? نشتغل مع بعض. بس خلي ايدك مريحة. يعني خلي ايدك مريحة عشان ايه? يبقى سهل عليك تشتغلي الغزة دي. هتلف الخيط على الابة. الغزة اللي عليها الدوق اهي. هسحب الخيط كده. هيبقى عندي تلات لفات. اللفة اللي انا سحبتها دي اسحبها كمان من اللفتين دول كده على طول. وهكمل السطر كله بالشكل ده. هنا واسحبها كده. هنا يبقى عندي تلات لفات. اخد اللفة دي كده واسحبها من اللفتين دول على طول. تمام? اكمل ونرجع برضو نشتغل الاخر غزة سوى ان شاء الله في السطر. هنا انا وصلت الاخر غزة حاب اشتغلها معيك عشان هي متبقاش واضحة قوي شايفة متبقى عزي? فما تنسيهاش اهوت. بلف الخيط على الابة وهنا اهي اخر غزة في السطر. اسحب الخيط منها. هيبقى عندي تلات لفات على الابة. اللفة التالتة دي هاسحبها كده واطلعها من اللفتين الاولى والتانية بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت معي السطر التاني وده شكله من هنا والشكل من قدام بقى كده. هحب اوارهولك بعضو. شكل الغزة شايفة شكلها جميل ازاي? طيب. السطر التالت. السطر التالت زي ما قلتلك هو السطر اللي احنا اشتغلناه ده التاني هو ده اللي هنقرره لغاية العرض المناسب هوريك ازاي? فهنشتغل ازاي دلوقتي السطر اقم تلاتة بنفس الطريقة. هتفع السلسلة. هلف الشغل بتاعي. هلف الخيط على الابعة. هنا اول غزة اهي. هاسحب الخيط منها كده. وكمان من اللفتين ايه? اللي على الابعة كده. اهو. الشكل ده. بلف الخيط على الابعة هنا. اسحب الخيط كده. واسحابه من اللفتين اللي على الابعة على طول. تاني. هنا. واكمل بنفس الطريقة. الشكل هيبقى كده. السطر التالي هيبقى شكله كده من الناحية دي. من الناحية التانية هيبقى شكله كده. تمام? طيب. يبقى انا هكمل بنفس الطريقة ديت. وما نساش طبعا اخر الغوز ده هنا. حابة تعلمي دايما الغوز بتاعتك ما فيش مشكلة عشان عادل يكون متناسق ومزبوط معيك. هفضل شغالة لغاية فين? هفضل شغالة لغاية موصل للعرض المطلوب. طب انا هعرف ازاي? هتعرفي من القلاب بتاع الشنط يعني هتفضلي شغالة لغاية ما تجيبي القلاب كده تحطيه كده هنا. بالشكل كده. شايفة ازاي? يبقى احنا نفضل شغالين شغالين كده لغاية ما وصل للعرض هنا بتاع القلاب ده بالزلط. تمام? تمام كده انا اشتغلت القطعة بتاعتي المستطيلة. لغاية ما وصلت هنا لما جبت القلاب كده وحطيته هنا. لقيته ايه? نفس العرض اه. شايفة ازاي? فضل لي بس سطر واحد يا دوب هو اللي هيزبط معي ايه? العرض المناسب للايه? للقطعة دي. يعني ده المقياس اللي انت هتشتغلي عليه. عشان برضو لو انت تشتغلي بخيط مختلف فبالتالي عدد السطور هنا هي اختلف من قطعة القطعة يعني. فالمقياس عندك زي ما قلت لك هو القلاب. تمام? طيب. انا هنا وصلت خلاص اخر سطر اشتغلته. والمزبوط كده. فضل لي سطر واحد بس دايما بنهي بالشغل بتاعي. هو سطر غرص حشو. تمام? فانا هيجي هنا كده. بعد ما حسيتني المقاس مناسب خلاص. خلي باليك معي. هتفع سلسلة. وهلف الشغل بتاعي. وبتدي اشتغل غرص حشو. وبتدي اشتغل غرص حشو. اي دي اول غرص ده اهي. اسحب الخيط كده. هيبقى عندي لفتين على الابرة. بليف الخيط وطلعوه من اللفتين. وكل غرص ده هشتغل فوقيها غرصة حشو. يبقى اخر سطر عندك هيبقى غرص حشو. تمام? اكمل. تمام? كده انا وصلت لاخر السطر. هعمل سلسلة عشان بس اثبت الشغل بتاعي. واقص الخيط وهتفع بيه كده. وهجبقوا. هجبقوا الخيط ده واتفقبة التنظيف. تمام? ومن خلف الشغل كده احاول ايه? ادخله بين الغرص كويس جدا جدا. وده اللي هعمله كمان في خيط البداية هنا. ده اللي هعمله كمان في خيط البداية هنا. عشان انضف الخيوط بتاعتي بنفس الطريقة اللي زبطنا بيها الخيط في جوانب الشنطة. تمام? وده شكل القطعة المستطيلة. مفوض دلوقتي ان انا هبدأ اشبكها في جوانب الشنطة. آآ بس هنا في المحالة ديت لو انت حابة ان انت تركيبي بطانة. كل اللي هتعمليه ان انت هتجيبي جزء من قماشر بطانة يعني. وهتقصي قد الشكل ده بالزبط اكبر منه ممكن سنتي من كل جهة. يعني مسلا هتقيسي الطول هنا كام. كام في كام. يعني انا عندي هنا برضو طول لو حابة تشوفي عشان خاطل لو برضو بتشتغلي بخيطة بخيط مختلف. انا عندي هنا طول القطعة آآ اربعة وربعين سنتي. تمام? اربعة وربعين سنتي. والعرض هنا يعني حوالي عشرين سنتي. تمام? طيب. فانا هقص قطعة مستطيلة برضو. يعني طولها حوالي هزود سنتي وسنتي بقى مسلا ستة وربعين سنتي. وهنا كده هزود اتنين سنتي حوالي اتنين وعشرين سنتي. وبعد ما ما قصها هبتدي اكويها بالمكوى اكوي الاطراف بتاعتها زي كده. هنا. يعني انا جايب بطانة كده اهي. قصتها بنفس الثور والعرض كده زي ما اتفقت معاكي. وبعدين تنتها الجوة كده بالمكوى. شايفها زي? جزء يعني كبير من الصغية عشان ما تنسلش ان الخد القماش ده بيننسل الحقيقة. تنتها كده من جميع الجوانب. بالاربع جوانب. وابتدي بقى ايه? احطها كده. بالشكل ده. على الاطراف كده بتاعي القطعة بالضبط مزبوطة كده. وابتدي ايه? بخط وابعدين جدا سواء نفس اللون دوت او آآ خط صياد عشان يبقى قوي يعني وانت مسبتها البطانة. وهتبتدي تلفقيها كده دايما يدور. بشكل بسيط جدا جدا. تمام? يعني احاول اوليك انا اشبكو زي. انا اشبك بخط صياد وفايع جدا. بس الحقيقة هو لونه ابيض اه بس الحقيقة متين جدا فانا احب اشبك بيه. كل اللي هنعملو ان احنا كده ايه? هندخل الخيط هنا كده. وهبدأ بس طبعا ايه? هبقى بريدة عن اخر غوزة اشتغلتها. عشان هشبك من خلال اخر غوزة دي. فقابق بريدة عنها يعني كده. هحاوله على طرف خالص البيطانة كده. مش هيبين خالص ان شاء الله كده. شايفة ازاي? واكمل طبعا تثبيت البطانة في القطع المستطيلة كلها. بسم الله. دلوقتي بقى عايزين ناسل جواني بالشنطة. آآ احنا كده بعد ما اكبرنا البطانة خلاص هنيجي هنا كده. خلي باليك معايا. آآ في جسم الشنطة هنا احنا هنشبك من خلال اللفة الخلفية ديل. يعني انا عندي هنا الغوز اهي. عندي اللفة الامامية اللي هي قدامي دي واللفة الخلفية دي. انا هشبك من اللفة الخلفية دي. تمام? ولما اجيب جواني بالشنطة كده. عندي باضوا هنا. بالنسبة لي هنا لفة اماميه ولفة خلفية. انا هشبك من خلال اللفة اللي قدامي دي. يعني دايما هيبقى فيه لفة من هنا في الشنطة باينة من هنا. واللفة دي كمان. تمام? هنشوف ازاي ان شاء الله. وهشبك بغرز منزلقة. ايزا اقولك لو سهل عليك ان انت تشبكي خيط في في ابة التنظيف وتشبكيهم كده بعض وغرز زي ما هعمل بس بالخيط والابة يعني ما فيش مشكلة خالص. تمام? بس انا دايما بحب ايه? اشبك بغرز منزلقة. هاجيب الخيط كده طرف الخيط. وهعمل عوضة بداية. تمام? طيب. خلي بالك معي. اشبك ازاي? اهو. هجيب هنا. هشبك من اول من السلسلة ديت. يعني انا عندي هنا حشو السلسلة حشو. انا هشبك من غوزة ايه? السلسلة اللي هي في المنتصف دي. تمام? فهاجي هنا. وهنا طبعا اول غوزة واضحة جدا اللي هي دي. طيب. هاجي هنا ادي غوزة السلسلة اهي. هاجي هنا في اللفة ايه? اللي هي الامامية اللي قدامي دي. هسيب اللفة دي كده. هنا. وبالنسبة للشنطة زي ما قلت لك اللفة ايه? الخلفية ديت. اهي. تمام? واسحب الايه عوضة البداية اللي احنا عملناها دي كده. من هنا. ومن هنا. الطرف الصغية هسيبه جوه دلوقتي هنزبطه طبعا برضو بين الغواز كده. وبالخيط بقى كده ابتدي اعمل ايه سلسلة? بالشكل ده. تمام? طيب. الغوزة اللي بعدها فين? اهيت. هاجي هنا كده. والغوزة اللي قدامها في جسم الشنطة. واللفة اللي قدامها. واسحب الخيط من هنا ومن هنا ومن هنا. بحاول اشتغل معاك بشويش اهو. هنا. هنا. اللفة دي. والمقابل بتاعها اللفة دي اهي. هاجي هنا كده. واللفة اللي قدامها. اسحب الخيط من هنا. الرف الخيط على الابة كده. اسحبه من هنا. ومن هنا. وكمان من اللفة اللي على الابة. وايح ايدي عشان دي غوز منزلقة عشان ايه? الشغل يكون شكله مزبوط. هنا. وهنا. والف الخيط على الابة كده. واسحبه من ايه? من التلات لفات دول كده على طول تاني. الغوزة اللي بعدها. اهي. اللفة دي. واللفة المقابلة لها من هنا. الرف الخيط على الابة. واسحبه. شايفة ازاي? الشكل ده كده. نكمل مع بعض. هنا. موضوع سهل جدا. وكل غوزة هتلاقيها آآ قدامها الغوزة المقابلة ليا. لان احنا عاملين الاعداد مزبوطة. فان شاء الله دايما ايه? الغوزة هتكون متساوية وشكلها جميل بازن الله. وهياحي ايديك زي ما قلتلك كده اهو. حاولي تريحي ايديك عشان الغوز منزلقة انت يعرفها بتبقى شدة شوية. فعشان تكون شكلها جميل. اللي بعدها. هنا. اسحب الخيط كده. وهكزا. هكمل شغلي بنفس الطريقة دي كده. تمام? آآ تمام كده انا لكبت الجانب الاول كله. شايفين شكله جميل قد ايه? والغوز منصقة جدا عشان كده بقولك الاعداد مهمة جدا عشان خطر ايه? كل غوزة يكون قدامها غوزة وبالتالي الشكل يكون متنصق وجميل كده. شايفة ازاي? طيب في النهاية هنا انا خلصت اهي اخر غوزة. تمام? بقص الخيط وبسحبه كده. بسحبه الفوق كده. شايفة ازاي? وبحاول طبعا الخيط ده داخل الشغل برضو اسببته كويس جدا عشان يبقى يدي نفس ايه شكل ايه الغوزة دي. نفس شكل الغوز يعني. شايفة ازاي? وبنفس الطريقة هبتدي اهكب برضو الجانب التاني. هنا في لفة اهي باينة من هنا من الجوانب. وفي لفة باينة من هنا من الغوز اللي موجودة في جسم الشنطة. ودي غوزة مصدرقة اللي احنا ايه شبكنا بها. تمام? طيب. هنضف الخيط ده طبعا وخيط البداية عشان خيطنا دايما تكون آآ متزبطة. وهاشبك الجانب التاني ان شاء الله وهشبكه بنفس الطريقة ونجح نشوفها نكمل ازاي. هنا الجانب التاني بنفس الطريقة برضو انا حابة ابدأه معاكي. اهوت هنا عملت في الخيط عقدة بداية. تمام? وهاجي هنا. اه دي السلسلة اللي في المنتصف. غوزة حشو سلسلة غوزة حشو. هاجي هنا في السلسلة اللي في المنتصف دي. تمام? وهنا في الغوزة الاولى في اللفة الايه? الخلفية كده. واسحب اللفة دي كده. او العقدة البداية اللي احنا عملناها من هنا. ومن هنا. وبعدين. هسيب طبعا الطرف ده هنا. هعمل بسلسلة. وابدأ تشبيك. شد بس العقدة البداية كده عشو انت بقى تحت. بالشكل ده. هيجي هنا الغوزة اللي بعدها فين? اهيت. هنا. والغوزة اللي مقابلة ليها او اللفة المقابلة ليها. والف الخط على الابرة هسحبه من اللفتين. وكمان من اللفة اللي على الابرة كده. تاني الغوزة اللي بعدها. اهي. وخلي بالك عشان ما تنسيش غوزة ولا حاجة. بتلف الخط كده وتسحبيه من التلات لفات. هنا. وايدي الغوزة اللي قدامها. هنا. عشان كده وانت بتحطي البطانة دايما نحطيها وخلي بالك ان اخر الغوزة تكوني ايه مش عليها البطانة. عشان زي ما انت شايفة كده بنشبك من خلالها. شايفة ازاي? اهو بكل سهولة. ان شاء الله سهلة جدا جدا. اهو. بالشكل ده. تمام? اكمل. اه دلوقتي بقى مفروض ان احنا هنركب القلاب بتاع الشنطة. وعشان نركب القلاب ممكن نتركبها على طول كده بغوز يعني مستقيمة هنا كده. او ممكن نعمل هنا غوز حشو عشان تتناسب مع شكل الجوانب زي ما احنا شايفين كده. فيعني انا هعمل حواليه هنا غرز حشو الاول قبل ما اركبه. بعمل ايه? خلي بالك معي هاجي هنا كده. اول فتحة اهي. واسحب الخيط. واسيط طبعا جزء صغير من الخيط كده عشان اسبته. هاخده معي تحت الشغل يعني. اهو. تمام? اعمل سلسلة. وفي نفس المكان اعمل كمان غوزة حشو. في نفس المكان هعمل كمان غوزة حشو. هنا. اسحب الخيط. واتفع به كده. عشان يكون مزبوط. واعمل غوزة حشو. تمام? الفتحة اللي بعدها برضو هعمل اتنين حشو. هاجي هنا كده. اسحب الخيط واتفع به كده مزبوط. واعمل واحد. في نفس المكان كمان غوزة حشو. اتنين. وهكزا. الغوز اللي بعدها اتنين حشو. هنا. واحد وفي نفس المكان كمان غوزة حشو. اتنين. بالشكل ده شايفة زي? عشان تدي بس نفس شكل ايه? الجوانب زي ما قلتلك. وهنا الخيط البداية انا اغدى معي تحت الشغلة هو على قد مقضى عشان يتسبت كويس جدا. تمام? فانا هكمل هنا في كل فتحة من الفتحات دي هعمل اتنين حشو. بالشكل ده كده. في النهاية هنا قصينا الخيط وهنسحبه لفوق كده. تمام? وهتضمه برضو في قبلة التنظيف عشان اسبته في الجزء ده كده كويس جدا. هنشوف ازاي. هاجي هنا كده من خلف الشغل. وادخل الخيط ده وبين الغوز برضو اللي انا اشتغلتها. عشان يديني هنا نفس شكل ايه? البداية. يبقى شكل النهاية هنا نفس شكل بداية هنا. وهدخلوه طبعا زي ما تعودنا اهو. كويس جدا. وهنسعوه طبعا بالولاعة بحرص شديد برضو. اه دلوقتي بقى نركب القلاب في الشنطة. ده شكل الشنطة بعد ما اركبنا الجوانب. هتبتدي ايه تزبطيها بايديك كده بحيس تتقفل من هنا كده. ما تبقاش يعني مفتوحة قوي كده. شايفة ازاي? لأ. تبقى كده. والجوانب هيبقى شكلها كده برضو ضريف جدا. اهي. ونجيب القلاب هنشوف هيبقى عامل ازاي? اهو. بتحاول تزبطيها كده. يعني انت مسلا محتاجة شكلها هيكون كده. او القلاب اطور من كده شوية. بتتديه ترفعيه من من وره كده يعني تتخلي من قدام اكتر شوية اهو. زي ما تحبي. تمام? وبعدين بتفتحي بقى كده تشوفي مكانه فين بالزبط. هنا. شايفة ازاي? يعني على بعد مسلا ايه سطرين او تلاتة? ونحاول نركبه. طيب احنا كده عرفنا مكانه فين هنا مزبوط. اهو. شايفة ازاي? اهو. هيتركب من هنا الهنا كده. وهنمشي على خط المستقيم. يعني هنا هنعد واحد اتنين تلاتة. شايفة هتلاقي هنا واحد اتنين تلاتة هتلاقي خط مستقيم كده هتمشي عليه عشان القلاب يكون مزبوط. فانا ايه هعمل ايه? هاجي هنا كده. وهحاول بقى اثبته بالخيط والقبق يعني كده خيط يكون متين يعني. ونحاول بقى عشان بس البطانة من جوه طبعا هيبقى صعب ان انا ادخل فيها نفس نوعية الخيط ده هتبقى سميكة جدا. فانا هاجي هنا او وسطانها كده. واحاول بقى ايه? اه. طبعا هيدي عليه كويس جدا عشان يبقى متسبت كويس. هنا. احنا اتفقنا تلت سطر واحد اتنين تلاتة. بين الغواز هنا كده شايفة? بين الغواز دي. في المنتصف هنا. اهو كده. وتحاول بقى ايه بين الغواز كده? تحاول تقيت تسبيتي القلاب كويس جدا. كده. وتشدي طبعا وهكذا. هنمشي خط مستقيم زي ما قلت لك عشان بس يكون مزبوط ويكون شكله ايه جميل? خط مستقيم كده على صفه واحد بس. تمام? والتنبتي عليه كويس جدا وناجع ان شاء الله نشوف شكله هيبقى عامل ازاي? تمام كده? انا ركبت القلاب في الشنطة شايفين ازاي? بقى بس كده بخيط عادي. بس طبعا تبتت عليه كويس جدا. فده شكله كده من الخلف شايفين شكله قد ايه جميل? ومن جوة طبعا هيبقى كده. يعني خط مستقيم بس كده بالخيط. بسيط جدا. تمام? طيب. كده فاضل اخر جزء عندنا. هتقفل الشنطة بتاعتك كده تزبطيها عشان نشوف المكان بتاع الجزء التاني من القلاب. هيتقفل هيتحط فيه. فانا هقفل الشنطة. بستخلي باليك ان هو شكل بيضاوي. فما تخليهوش كده. لا اخليه شكله كده عشان ما يبانش من القلاب واحنا قفلينه. فانا هقفل كده. ازبط الشنطة بتاعتي. بالشكل ده كده. تمام? واشوف مكانه فين? هيبقى هنا تقريبا. اهو كده. هوا استنوا طبعا كده بالزبط في النص في المنتصف الشنطة. برضو بالخط والقبة. وآآآ اثبته كويس جدا في الشنطة. تمام? تمام كده وده شكل الشنطة بعد ما خلصناها. شايفين ايه شكلها جميل? حقيقة? وكبيرة جدا يعني هي من الداخل كبيرة جدا. بتا شكلها من الخلف. كده فاضل بس آآ آخر حاجة ان احنا ناكب الايد بتاعت الشنطة بكل سهولة. كده. الجهة التانية. شايفين ايه شكلها مميزة? اتمنى من ربنا ان شاء الله يكون شكلها عجبكو. زي ما قلت لك انا حاولت اختار آآ آآ غرزة تكون بسيطة وسهلة عشان خطر تقضي تشتغل الشنطة بكل سهولة. آآ يعني مجرد ان انت بس هتشتري الطاقم الجلد ده والحقيقة تمن ومش غالي ولا حاجة. اختار اللون طبعا ليعجبك. اختار الخط كمان اللي هيعجب او اللي هيتناسب يعني مع لون الجلد. وهتشتغليها ببساطة شديدة ان شاء الله. آآ اشتركوا في القناة